اخر حاجة حلقتنا النهاردة انت قلت لي قبل ما مخش الهوة ان في نقطة مهمة جدا ضروري النادي الاهلي يستغلها في الدفاعات الترجي نقطة العامية عند الدفاعات الترجي دايما عكس اتجاه الكور تقولت النقطة العامية ولا قلت العامية استثباتها لقل ترجيه والقل ترجيه امسل كده الترجيه اتلعي بتترجي كلهم خطة وسطهم وخطة تفاهم عندهم مشكلة كبيرة جدا انه الرقابة عكس اتجاه الكور ايوة طب الأدامي يعرفك أخرى فإنه طول الوقت العكس جاء الكورة دايما على حدود منطقة التمانتاشر عشان الوقت حما نكتر من حالة هنستعرض واحدة بس منهم هنستعرض الحالة اللي تم تسجيلها في مباراة الزمالك بص كريم كمل التراجي واقف عادي جدا الوقفة أربع أربع مدافعين الخط اللي بعدين فيه تلات بص هنا الكورة والن اللاعبية كلها الجماعت الطبيعي إنه التلاتة يبقى فيه واحد منهم أو اتنين موجودين على منطقة التمانتاشر الكورة دي اتكررت خمس مرات في خمس أهداف تم تسجيلهم في التراجي السنة دي إنه لما الكورة بتروح للإندلاين سواء من ناحية اليمين أو من ناحية الشمال دايما فيه مشكلة إنه التلات مدافعين بيضموا على التلات لعيبة خط الوسط بيضموا على الأربع مدافعين ومساحة كبيرة جدا تخيل فيه اتنين لعيبة من الزمالك وقفين بلا رقابة وقفين في المنطقة دي والسبع لعيبة ضموا كلهم ما بين نقطة البنالتي وما بين خط المرمى سايبين منطقة التمانتاشر تماما نقطة عامية تماما بتتكرر على مدار الموسم أمام التراجي الباك باس أو الباس الخلفي لما الجناح أو الباك بيوصل لآخر الخط ويحط الكورة البرا على خط التمانتاشر والأهل عنده اتنين لعيبة مميزين جدا بعمير دي سواء محمد هيني أو علي معلول كمان حسين الشحات مع بيرسي تو نقطة مهمة جدا إن الأهل يشتغل عليها